أهلا وسلم بكم مشاهدين الكرام وصلنا إياكم إلى محوار حلقتنا الآخر الثاني لهذا اليوم بصباح العيد ضيوف جميلين تعرفون أيام عيد فأكيد راح يكون ضيوفنا جميلين وحساسين واصحاب مشاعر عالية وراقين بشكل احنا كل ضيوفنا دائما لكن اليوم مميزين بشكل ضيفنا لهذا اليوم ضيفنا سجاد صباح شاعر جميل البداياتها كانت عام 2014 لكن بدايتها الفعلية صارت في 2018 كتب الكثير من القصايد ونقطة انطلاقها كانت قصيدة خايف من شنو خايف راح نسمع من عنده احنا سر هذه القصيدة اللي هي خايف صور الشعرية جدا جميلة واني راح أسأل فلكم علي هواي ليش خلوا نروح لأحنا حتى ما أخلي هذا عام التشويق موجود بداخلكم ونتعرف عليه أكثر صباح الخير كل عام ونتو بخير نورتنا ببرنامج صباح العيد كل عام ونتو بخير يسعد صباحك سجاد كل عام ونتو بخير عليكم وعا السادة المشاهدين وعلى الشعب العراقي يا رب انو نقدم لهم فصلة فنية تحلي هذا الصباح ويا رب الأمن والأمان على الشعب العراقي ويستمر هذا الاستقرار ويا رب نشوف هذا البلد يعدي كل شيء يسود مر بالفترة السابقة ويا رب نكون من الناس اللي ولو نساهم الجزء لطيف لأن الفن هو رسالة هاتف رسالة أحسن سواء الأغنية أو الشعر أو المسرحية أو السينما هي كلها أحيانا نتصبر الشعب على هواية أمور تمربي فلذلك احنا طبينا بهذا المحترك المحترك الفني حتى ولو نغير جزء من مزاج الشعب من مزاج الناس لا لكم الكثير الكبير إن شاء الله الحمد لله احنا دائما نتصبر إن شاء الله أهلا وسهلا بيك إن شاء الله كل التوفيق ألاك بمسيرتك سجاد سجاد دائما ما تميزت قصائدك بأنه هي سهلة ودخلت لقلوب الناس بسهولة ونشوف نفسك وشنو السبب اللي خلى اليوم البعض ممكن يذهب باتجاه العبارات الكبيرة ممكن إنه المفردات اللي تتحمل أكثر من تفسير ممكن مفردات ما يفهمها البعض يفهمها فئة معينة من الناس لكن اليوم ذهبت باتجاه السهولة شنو السبب؟ أكو مصطلحة نستخدمها بالوسط الشعبي اسم السهل الممتنع شنو هو السهل الممتنع؟ السهل الممتنع أنه أنت سهل تفهم القصيدة لكن مو بالضرورة تقدر تكتب مثلها أكو فرض السهل أنه أنا عندي فكرة عميقة هاي الفكرة العميقة هي مجرد ما أطرحها بطريقة سهلة هي رح تبقى عميقة مو سطحية البعض شي يسوي بعض الشعراء أو بعض الفنانين يشوفوا العمق بالغموض أنه أنا من أطيك فكرة أو جملة أو بيت شعراتها ما تفتهمها معناها البيت عميق أحيانا البيت غامضة من التفسير يطلع بيت بسيط لكن أنا استخدمت أسلوب أنه عدي فكرة عميقة وقدم لتشاهد طريقة سهلة ليش؟ لأن الشعر اليوم أنا أريد من قرارك البيت تأثر بيك بهاللحظة ما أريد أخليك تقعد وتقول شنو تشغل قذبه شنو تشغل قذبه هناك أشبه باللغز خصوصا بهالفترة هاي الناس توجهت للشعر لأن عاطفية هزادت مشاعر هزادت تعرف أنت أغلب جمهورنا اليوم من الشباب فهذا طالب جامعي أو بعد فترة المراهقة والإعدادية فتكون مشاعره حركي فأنا إذا أخليه بحيرة بأمره أنه هو مثل المشتاقل أبو المتوفي أو مشتاقل حبيبته أو حزين على خسارة علاقة معينة فهذا يريد شخص يمثل شعوره يحرك مشاعره بالضبط فأنا قصيتي بالوسط الشعري اللي هو وسط النخبة تليق الاستحسان وبنفس الوقت من انطرحة للناس البسطة اللي هما ذوقهم ومثل ذوق الشعراء والذواقين الشعرية أيضا الحمد لله والشكر وصلت للناس هذا السبب اللي خلينا نتبع هاي الطريقة جيد أنه أنا أقدر أأثر بالمقدم بالعامل بالطبيب بالذواق بالشاعر لأنه بالتالي هو فن زين تبديته بخايف من شنو تشنت خايف؟ واي شيء زين يعني أنا دائما بكل حلقة ما أتجاوز موضوع والدتي بس ثاني ورا فراق والدتي شايف انت براتك وشخص احنا مريد طبعا ناخد جو الحزن بس إنه الإنسان يتعرض المخاوف فقصيدة خايف يعني أستذكر لك منها أبياتي أنا خايف شحات شيكم خايف تتعب عيوني وتبديكم خايف تكبر الظلمة وتطفيني خايف غير لا يترس معانيكم خايف لا تحنون من جا فيكم خايف لا يعبرون من تانيكم خايف خوف ما بيكم خايف أبقى خايف من نحاتيكم خايف لذة العشرة تذكرني وتنسيكم خايف لا عمود وما ملاقيك خايف لا عمود وما ملاقيك الإنسان دائما من يبقى بمنطقة راحته منطقة أمانه ما ينتج فمثلا أنت يجوز تخافه من الفشل فتصر على أنه تنجح أنت مثلا أنت خافين من خسارة شخص فتقدمي له الاهتمام والتعاطف والكذا الإنسان أكون مشاعر ما يقدرها أنا دائما ما لا تحكي بهذا شيء أنه أحيانا الإنسان ما يقدر شعور الحزن أنت لو ما الحزن كان ما حسيت بالفرح أنت لو ما الخوف كان ما دفعك للنجاح فأنا من هذه المشاعر أنا أحس من أن أكتب قصائد تتمثل لأن أحس هي تقدير ذن المشاعر لأن الناس تنهزم من المشاعر السلبية لكن هي وسيلتها للتحرك الناس مرات متبعها على الجانب الفارغ من الكأس لأن حتى الجانب الفارغ من الكأس هو بمعنى هو مو فقط الجانب المليان اللي بمعنى فكذلك هذه القصائر فانتقلت من هذه القصيدة إلى وحدة من اللي أعتبرها من أهم محطاتي اللي هي قصيدة أعتبرها هي رسالة رسالة تنمية ذاتية للإنسان أكثر ما هي عاطفية فقلت بيها أقعد ويا نفسك واكتشف ذاتك وكبر حلمك وقلل علاقاتك أقعد ويا نفسك واكتشف ذاتك وكبر حلمك وقلل علاقاتك واتذكرها كل ما تقطعوا ويا الناس بهاي الحالة بس تقطع خساراتك هاي الناس بس عاد جاهز يحبوك ما حد مستعد يدخل صراعاتك الخاطر نفسك اللي تستحق كون بخير وعزت قلبك سندها بقراراتك وقبل ما تغير أي شي من حياتك كون لازم تقعد تغير قناعاتك وثقها المهزلة تنتهي برمشة عين من تقعد ترتب أو لوئاتك الله عليك الله عليك فعلا تنمية ذاتية وفعلا أنه هي مهمة خصا اليوم في هذه الأجواء اللي احنا نعيشها أجواء مجدودة أجواء سريعة ممكن أنه ما تخلينا ننتبه على هاي التفصيل على اعتبار أنه هي الدنيا والحياة كلها ما أخذتك باتجاه معين صحيح ففعلا اليوم محتاجين لهذه الوقفة احنا وهذا واجب يعني واجب للفن وواجب للفنان بصورة عامة شكرا سجاد أكو أجواء معينة إنه تحب تكتب بيها أكو تقوص معينة اللي تحب تكتب بيها ولا هو ممكن يسموا الإلهام الشاري صحيح الإلهام الشاري يجب أي وقت ولا لك أجواء خاصة شوفوا هم والناس دائما المرات يسرع لهم لبس أو سوفهم يتخيلون شاعر قاعد على ميز وهو خافت وصنطة وحياة سعيدة مستحيل القصيدة هي الشي شن فكرة القصيدة أنه مثلا أكو شاعر يحب يكتبوا أثناء ما يمارس الرياضة أكو شاعر يحب يكتب بالطريق يعني الله يرح معطى السعيدي من كان مثلا يسافر سمير صبيح للبصرة من بغدادة ومن العمارة فسمير يقول أنا منه شوفه طلع الدفتر والقلم أثناء الطريق أنا ما أقول شيئا بعد جاء الإلهام وقعد يكتب بالطريق طبعا القصيدة أولى بيات هي دائما براس الشاعر بس شلون يستحضرها من وعي الباطن مثلا أنا اليوم أحكي إياك كلمة فأكو فكرة ببالي أنت حكيت الحكاية حفزتها فقمت قلت لهم أجاني بيت هسا وأنا أصور اللقاء أطلع التلفون أكتب إذا عد ورقة تسوي لأن أحيانا يجيك بيت أنت لا تلفونك مثلا طاف شحن وما عندك ورقة أولي فتبقى تركضها أولا كتبة أولا كتبة لأن أكوابيات مهمة تأتي للشاعر ينساها مرات التنايم وتقعد يأتيك بالضبط هنا شيء ميز هنا يميز القصيدة الحقيقية هناك شاعر يتقصد بالكتابة حتى لا يوجد شيء يضغط على نفسه في سبيل يكتب هنا تظهر القصيدة مصطنعة بينما لا يوجد شاعره يحترم صمته يعني من لا يوجد شيء في حياته من مشاعره مستقرة لا أكتب يابا جديدك أريد أنا لم أجل أحس بشيء ينتظر شعور حتى يكتب عليه هنا من يكتب هو ممكن يكون أقل من غيرك لكن قصيدة تعيش أكثر ومؤثرة أكثر لأن تكون ساطلة فهذا اللي يميز بين أجواء الشعر أما أجواء الخاصة فأنا بيتنا هادئ هادئ يعني ما عندنا أطفال صغار بالبيت فمن تجي هادئ يعني أنا ووالدي حدو فدعما بالليل تجي هيكي لحظات أنه أحكي يا شخص أو مثلا دا سوي شيء فتجيني هاي اللي الهام فأكتب أحيانا أكتب بالطريق الطريقة للشغل الطريقة للجامعة دعما أنا شعر وياي يعني ما أعزل من أسوي فلان شيء أحس يشاركني واستلهم من كل الأشياء أبيات وقصائد أكو قصيدة من القصائد أو بيت من الأبيات أحد من الأصدقاء أحد من المعجبين من الجمهور قال لك هاي القصيدة أثرت بي هاي غيرت حياتي يعني أكو عندك هيكي قصيدة هيكي موضوع شوفوا أنا ما أريد أتكلم عن نفسي بس يعني شوف الشاعر يبدأ مرحلتين مرحلة إنه هو شاب ومرحلة إنه يحصل ملايين المشاهدات ويطلع ببرامج مهمة وكذا فأحنا نتجوز للمرحلة الثانية أنا هواية من شعراء زملاء أشاركون البدايات طبعا بس في ذقع أعدي قصائد مثلا جاني جاني شخص قل لي يعني أنا شنا نترك الدراسة وسمعت هاي القصيدة ومنت عرفت عرفت سجادة أكثر رجعت بالدراسة وشخص مثلا قال عدي أفكار انتحارية من سمعت إنه أنت تقول قعد وين نفسك واكتشف ذاتك وحسيت إنه الموضوع شاعر المفضل يحكي فحسيت إنه هي رسالة إنه أنا جاي أتابعك عن سبب فمن جدت فكرة بالبالي سوداوية وانت طرحت قصيدة أمل حسيت هاي القصيدة رب العالمين دزليها لأن بالتالي إحنا أحيانا نسوي أشياء بس إحنا نكون مسيرين هي هاي رسالة الحقيقية بالضبط فأنا مؤمن مرات حتى الحزن يعني مرات هسا اليوم أنت تحس بشعور كلش حزين بس تحس محد فاهمه يعني أنا عدي بيهت أقول أصعب تعب ذاك ما تفهم الناس ولأزم تقعد تشرح الله فمن يأتيك شاعر تحس البيكسو لفهم هاي إلك هاي القصيدة اي نسمح بس شنو راح أخذك آن ياكس روح لدهوك وشي شوي نرخي نسترخي هذا الجو الجميل اللي هناك ببدهوك والأجواء اللطيفة طبعا أنا راح روح لهم بحد كمين صدق والله هسا نهم آنوا ياكم المشاهدين ورسل ويا زمين نأياد بالمباشرة أكيد احنا متواصلوا ياكم مع ضيفنا سجاد سجاد احنا كلش طماعين اليوم أنه مستثمر وجودك بهذه القصائد الجميلة يعني تعرف هسا حتى المتابعينك اليوم يعرف قليلا عن حياتك يريد يعرف عن مواضيعك عن قصة القصيدة صحيح بس طماع كلش بسماع قصيدة صح هاي القصيدة أنا راح أهديها إلكم أولا وللسادة المشاهدين ثانيا قصيدة كلش دعني سمع وتعتبرها من الجدد اللي طرحت هنا جديدة أخير فترة وأنت تستاهلون الجديد الله يسلمك كل التوفيق أبنص هذا الضياع أنت لم صبرني خير وتهديني شوقت ما وكت واترني أبنص هذا الضياع أنت لم صبرني وتهديني شوقت ما وكت واترني أنت العافية وأنت اكتشاف الذات مو إياي أحسك لا جزء مني حبيتك وتدر المثلي صعبة يحب عيونك سال فتعب تشذب تارس عيون الناس بس عيونك الحلوات ما تشذب وتناقض يمك اكتشفى أخاف من احتصوته سبع منك كنت قعد بصفي أحس إنجاز وبوجهك كنت تراسم الضحك عجاز وكنت كل ما تجي تحاتيني قلبي يطير وكنت كل ما تروح تمشط بشعرك فراغي يصير وحتى غلاطك أعبرها مشاعر عندي حد هوسع من التهلية أحب قمصانك الزغرن وأقدس حتى لتذبه وكل ما أقعد من النوم أروح تريق بأي أغنية تحبه وشك أثق بالارتباك اللي يطلع بصوتك وثقة وادم نتشذبه أشك؟ أثق بالارتباك اللي يطلع بصوتك وثقة وادم نتشذبه يا حبيب يا حبيب سجاد أنت من الشعراء الفعالين طبعا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من قصائدك موجودة كثير من قصائدك فعلا متابعيها والهلين تظروها أنت مع أنه الشاعر يسوق لنفسه عن طريق التواصل الاجتماعي شوف هي بالبداية يعني مثلا أنت الوسط الإعلامي يختلف عن وسطنا الشعري الوسط الشعري بالبداية أنت آخر شي تفكر به التسويق تفكر بقصيتك قصيتك راح توديك المحطة مهمة بمسيرتك مثلا قصيتك توديك البرنامج مهم مثلا برنامج اشتاق لي طردا أنت مو بس من دعاك مثلا تحياتنا للحبيب تحيات تحيات يعني أنت اليوم إذا أنت جدتك فرصة بحلقة هي هي مو نجاح هاي فرصة حتى تنجح بيه هنا قصيتك وراء ما طرحتها بالحلقة هنا يبدأ التسويق تسويق شلون؟ أننا مثلا اليوم بموقع التواصل الاجتماعي تعرفين موضوع أن القصيدة لازم تنزل بموسيقى حلوة بمقطع مصمم حلو بمكان ما نزل القصيدة دقيقتين ثلاثة ممكن أن نزلها ريالز أتواصل وين ناس؟ ليه شلين؟ نحن نشوف الناس ما نسوي مثلا أنا صديقي المقرم أشوفهم مثلا يشارك ريالزات معين يحط لايكات على نحن كذلك نصناع محتوى بالتالي هو الشاعر شنو محتوى؟ قصادة شاعريته أفكاره مواضيعة فهنان شلون يخلي أفكاره وقصاده والمادة الإعلامية اللي يطلع بيها مثلا نسأل اليوم نحن بحلقتنا جدا طبيعي جوز ورا يومين ثلاثة تلقين أكو مقطع مجزو أنت والأستاذ مقطع قصيدة قل الدقيقة وموسيقى حلوة وكذا تحسين حتى يطلع من جو البرنامج بحيث الحلقة من تشوفها باليوتيوب تختلف عن ما يتم طرحة للمرات مثلا أكو حلقات مناشحة باليوتيوب مثلا تنزل الحلقة خمسة آلاف مشاهدة باليوتيوب بس تلقيها بمواقع تواصل الاجتماع جاء بملايين المشاهدة على اعتبار أن نحن اليوم بعسر السرعة ممكن أنه ممكن للناس تقدر تشوف لقاء طول ساعة أو طولة أو يشوفها مباشرة بالضبط ممكن أنه مثل ما قلت ريلز دقيقة أو أقل من دقيقة ممكن هو اللي يضرب وهي هاي ساعدت على انتشار القصيدة اليوم مو بس احنا أكو أشعراء راحلين أمثال عريان سيد خلاف الله يا رحمه يا كاموس مع القاطع مقاطع بشكل يوم يتنزل لهم وحتى بتصاميم سينمائية وكذا يتعمق لين هو شيء مثلا تتجدد بالضبط أنا اليوم من أجيب مشهد سينمائي مثلا لكريستوفر نولن المخرج الكبير الأوروبي من أجيبه وخلي مثلا قصيدة زعلان بس يا زعل هنا أنا أضفت عمق إضافة للقصيدة فإحنا مراتنا نقول لا السوشال ميديا خربت الفن وخربت الشعر لا السوشال ميديا هي وسيلة أنت شلون تستخدمها تستخدمها لزيادة عمق القصيدة أو للطشح بعد أنت مخير أحسن رحنا نياكم مشاهدين الروح للنجف اليوم هواي رحنا نياف لا لا محتاجة رحنا مشاهدي أكرام رحوا إياكم إلى محافظة النجف ونشوف تهاني أهالي النجف بمناسبة عيد الأضحاء المبارك رجعنا نياكم مشاهدينا من جديد بعد ما سمعنا هذه التهاني من مواطنين في محافظة النجف سجاد دائما ما يشتهر الشاعر باتجاه معين يعني ممكن هو يكتب بكل شيء لكن يبقى ما محفور بذاكرة الناس تجاه معين اليوم وين شوف نفسك بالغزل ولا بالحزن أنا شفتك بالغزل بس ما عرف ليش يعني بس الجمهور يقولون وين هو الشامين شفت شلون أنا شفتك هنا بعد بعد أكيد ذائقة المستمعين لا يعني شوفها أنا بداياتي يعني شوف أجدت فترة فترة كانت صعبة بهاي الفترة الصعبة أنتجت قصائد هالقصائد توفقت وصلت للناس وبوقتها أنا لو كاتب غزل ما كان يكون حقيقي يعني تخيل أنت جاي تنزف من مكان وفجأة تقولون أنا مرتاح أنا أحب أنا كذا مو وقعي ومع أي شيء مع أي شيء لكن من مرة الوقت أنا دائماً أرشف لحظات حياتي مثلاً فهذه الفترة مرتاح فأقول لك هاي الفترة حيلة مسلطنة وهادي ورد صايرة على أكبر مشكلة بعادي أعانت بالزمن بالوقت بالأيام تخلص نقصنا وما يخلص عنادي تجيني فترة ثانية لا أحس روح مثلاً حزنت فأقول لك اكتئاب وقوة كل محجي هل قد ما عشت كل شيء قليل أشياء أجربها وحتى تهربوا ما باوع الوجه غرفت الضوة مرة أيام ما يطبها وأنا تعبان من نقعد بلمة ناس مرتاحين أخربها والله فهي القصيدة تعتمد على شعوري الشخصي من أجدت فترة شوي أريح أحسن كتبت قصائد بها أمل أكثر من ما بها حزن فقدت أقدمها للناس أنا كنت مؤمن أن الشاعر إذا كان حقيقي وصادق بالقصيدة الناس تتقبل له شنو الموضوع فشفت ردة فعل الناس على القصائد بها أمل نفس القصائد بها حزن أعتبر هذه المشاعر الناس المتغيرة هذه المشاعر الإنسان اليوم سعيد ممكن باتشر حزين اليوم مريت بانتكاسة بعدها خلص لكن الفرق أين؟ أنه أكو شاعر هو بعد ما مار فترة مرتاح بها أو ما مار فترة صعبة مثلا هو يكتب غزل قال لأ أنا أحتاج أن أنوع كأنما القصيدة هو يختار يكتب أهناني ممكن ما رح يحس المتلقي لا أعتقد أنه رح يحس المتلقي زيان سجاد تكتب صورة غير صورتك أنت يعني هسان اللي أشوفك أنه تكتب الحالة مثل الحالة اللي موجودة بالواتساب اليوم عن الحالة مزاجي أكتب هذا تكتب حالة مو حالتك صورة مو صورتك مثلا تشوف وضعية صديقك مثلا رح أقل لكم شغلة يمكن أن تفاجون بيها مرات أكتب صفات بالقصيدة هي مو بيها هي عكسي أكتب صفات أتمنى تصير بيها الله مثل شينو بالله مهنانة والله العظيم يعني مرات مثلا مثلا أنه مثلا مزاجي عنده عادة أخسر هالأشياء وقرب واحد بيومين على الله القصيدة تقول أنا ما قيس نفسي بأي بشر كان الطبيعي نحب ولي يكرهوني مرضى احترام النفس عنده رأيي مسموع على أكبر شارب منح شي أفرضا مزاجي وعندي عادة أخسر هالأشياء وقرب واحد بيومين على الله مع علم أنا مثلا صعب أنه القريب مني أتحدى بسولين أنا أحنى أنا شخص عاطفي بس أحيانا شايف تقول والله أنا لو بس قلبي بطن محنة فش سوى أنا هاي الحشاية اللو أكتبها بالقصيدة فهم شلون هاي الضيف لأيضا بعد ثانا طبعا أنه حيانا تخلق المواضيع هي مو بي بس أنا جاي أحاول أكتبها هناك شعراء يكتب القصيدة بها أشياء وراء ما يكتبها تصير يعني يتفائل من يكتب حالة تتحقق جربت أنت تسويها؟ هواي تحقتها؟ طبعا إن شاء الله ش راح سمعني؟ ش راح سمعني؟ ايه أذيتني ودورت شي أقضى بي يومي وقويتني المرحلة صرت آخر همومي وش حتيلك على الوجهة؟ والمشكلة البلقى لتبين على هدومي المثلي فرصة تجي شاوين تلقاه؟ أرهم العينك بوه وأرهم الجرحك بوه وتقلي ما راه؟ وحتيها بالمختصر من يستكع للبشر ساويتني وياه من شفتك تغيرت حسيتني تناقضت بردان بس هذي ومن ودعتني ورحت فزت النايم غلط فزيت متأذي ما شفت بيدك ورد من عدها وتأكدت ما أضامني الباجر ومن صيحت لك شكه من قلتني لا ماكو شي حسيت شي صاير أنا وقلاي بترى بس انت قصت تزعل تميل تخت الميل لا أبقى على حقا الله 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 صح لسالك سجاد كانت عندك وحدها من القصائد اللي لا قد شهرة تمت شتمت موقعها أساسا ما شنت محضر لها أساسا صح؟ رغم السواد البيت؟ طبعا أنا بود كل ما يشوفني أبود كل ما يشوفني قلي تدلل معا لا أي مرات إنه إحنا ممكن نسميها التوفيقات إنه ما تكون مهيئة ما تكون متحضر ما كانت أساسا موضوع ببالك لكن يصير أكثر من اللي كانت متوقعا مليار بالمئة منها رغم السواد البيت؟ أنا متعود أبتشي ما رايد الدنيا وشدة وياي أصلا ولا كلمة موجهة لها أخلق مشكلة من الماكو وارتاح حتى كتل فراغ من أردح لها طيب عندي الأجوبة بسانة عبانك وأسئلة حتى جانا نسئلها طيب من أسمع ناس عاشت أنقهر حيلة من أسمع ناس ماتت أفرح لها عجيب أنا متعود أبتشي يا الله ارتاح ومن ننجرح من ناس أبحكي لها من هذا السواد البيت لا تخاف التجارب تخلق بنادم مثلها ترى أصعب خسارة من الخسارات التنسيك الخسارات القدر الله 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 سنت طبعا أنا ولو قبل تسيلون أدي مساعدكم مساحة أقرأ أكيد نحن هنا حتى نسمع شوف أنت خلف الكواليز قلت لشيء بس أنا أعشق أن أقرأ شيء حقيقي لأحد عايشة جيدا الأبي ستاحل نقرأ هذا العيد اسمح هذا اي فقيت لأبو ينطيك صح تلو جن التعبان اي وانت المنبع الكلض وابعين يفوت يابو علاق سودل تارستنا الوان عرفت الأب علامة وواجه وعنوان من شفتلي يدور عن بشر مفقود أول ما تسئل الوادم ابن فلان وعرفتك منبع الكلض وابعين يفوت يابو علاق سودل تارستنا الوان وكتخلاك تنطر جاية الراتب وقبل يا أبوي تحكيلي بجمالك ذاك بس شو شفتك أحلى من صرت شاي أبوي وصاحبي ودمي ولما نأم ماتت حتى صرت أموي ما هزتك شعر الدنيا من صاحة الشمس باهد ضواها وتعبوها الناس بس بخدك رتاحت وهلقد ما صديق أنت وحقيقه وياي سوى نبت على محبوب تراءت سوى نبت على محبوب تراءت سوى نبت على محبوب تراءت وعايفها بس إذا هي مثلا عايشها وياك مثلا الأب يعني مثلا أنا والدي الله يرحم وياكم عايشوا وياي تعرف شنو كل يوم يعني هو يجيني بالحلم ما عايف نهاية السنين كلها يعني ما عايف نهاية نرى نحن العراقيين ها السمرات يقولون عيد أخي اليوم قاعد ويا شخص هو يعني خارج قلت لأ هتتدري إحنا بلا عياد أول شي نسوي نروح للمقابر نتذكر الفاغدي هو نروح للمقابر بغض لأنها الفرحة تأخذ عمق أكبر من تذكر بها شخص لأنها الخسارة ترمو بالموت الخسارة من أنت تنسى الشخص يعني أنت تفقد والدك وأنا أفقد والدتي إذا إحنا ما طمحنا وما حققنا نجاحات بحياتنا هنالهم مراحب بس ما دام أنت باقي وتمشي بحياتك فوالدك موجود وياك يباوع لك مثل ما أنا حس أن والد تتباوع لي لأن هي هيتش ترى الله يرحمها برحمتها الواسعة ويرحم أمهات المتوفين ويحفظ الباقيين من أجلهم أنا أشكرك هوا يسجد على حضورك وأشكرك على هذه المتعة التي متعتنا ياها طول ما أنت موجود كل عام أنت بألف خير مرة ثانية وكل عائلتك بألف خير ويا رب كنا خذبين الضيل وآسف طبعا لأثار تجولك وإن شاء الله يعني هذا العيد يكون بداية خير وبدأ يتعامل على الناس ونلتقي بموقت ثانية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك